اشتركوا في القناة محتوى يعني مقالات ومقالات قيمة جدا جدا ومش منسوخة ركز معايا ومقبولة في جوجل ومقبولة في جوجل ادسنس ومقبولة في اي حاجة تاني لانها حصرية ومكتوبة بواسطة انسان زيك زيه لو احتاجت شوية تعديلات هتبقى تعديلات بسيطة دي منك انت لو عايز تضيف لو مش عايز تضيف برضو ما عندكش ادنى مشكلة كل الكلام ده هتاخده في الحلقة البسيطة السهلة الكويسة اللي مش هتكلفك ولا ربع جنيه مخروم من جيبك هتتعلم كل حاجة وتاخد كل حاجة بشكل مجاني من خلال الحلقة الصغيرة دي قبل ما اكمل فيديو النهاردة بتمنى من كل قلبي انك تدعمني باللايك والشير ليه بقى؟ لان انا محتاج حاليا دعموكو انا في امس الحاجة الى دعموكو والقناة دي بالاخص في امس الحاجة الى دعموكو فانا محتاج اشوف التقنيين القدام الناس اللي مكملة معي من زمان والناس اللي لسه جديدة عندي في القناة اتمنى تظهر لي في التعليقات بتعليق يفرحني من عندك اي تعليق هتكتبه انا هقبله حتى لو سبت نقطة في التعليقات هعمل لك قلب يا سيدي واتمنى برضو اللي لسه ما اشتركش في القناة يشرفني ويشترك في القناة وفع زر الجرس ان القامل اللي جاية في محتوى هتحلفه على احترافيته نبدأ على بركة الله ويلا بينا غير ما نطول في المقدمة الحلقة سهلة وسهلة جدا جدا وهنبدأ ندخل على طول على المحتوى العملي انت شغال في النيتش الاجنبي او عايز تشتغل في النيتش الاجنبي باللغة الانجليزية باللغة الفرنسية باللغة الاسبانية باللغة الصينية اللغة العربية اي لغة انت عايز تشتغل عليها في اي نيتش انت هتطر جيته يعني هتشتغل نيتش الفاينانس نوتش اللي هي اكتر النيتشات عمتا من حيث الارباح الانشورنس تشتغل في الارنماني اولاين او الربح من الانترنت تشتغل في الصحة تشتغل في الرياضة تشتغل في الاخبار اي نيش انت عايز تشتغل عليه محتاج ان انت تكتب ليه مقالات المقالات دي لازم ان تكون حصرية يعني ايد بني ادم او انسان هي اللي كتباها علشان تقدر تتقري وتتفهم من قبل اليوزرز او الناس اللي داخلها تبحث بالتالي جوجل يبدأ يريكماند او يبدأ يقترح المقالة بتاعتك ويطلعها نتيجة تانية نتيجة اولى نتيجة تالتة تظهر في اول صفحة تلاقي عندك زوار محترمين تلاقي عندك ارباح اللي احنا ما نختلفش عليه ان كتابة المقالات هي صعبة شوية بالاخص اللي مبتدئين تمام وبالاخص برضو لما تكون عايز تشتغل على لغة تانية غير اللغة الاساسية بتاعتك فانت بتدور على طريقة تجيب بيها محتوى يكون قيم ومن غير تدخل منك وده اللي انا جاي كلمك في النهاردة هنستخدم النهاردة تقريبا تلت مواقع او امكان اكتر خلاص اول موقع معانك وموقع مجاني وهتلاقي اللينك بتاعه موجود في بصف الفيديو هنستخدم كمان موقع خلاص هتلاقي برضو اللينك بتاعه موجود في بصف الفيديو وده برضو موقع مجاني هنحتاج جوجل وهتكتب فيها يعني ايه علشان تبدأ تفحص المقالات اللي هتطلع معك دي وتشوفها هل في حد سبق وعمل الطريقة دي قبل منك ودخل على نفس الدومين اللي انت هتجيبه واخد منه المحتوى قبل منك ولا لا هل انت سريع او مستريع وده اندل على شيء يدل على انك لازم تفهم كواس جدا جدا وتجري بعد ما تخلص الفيديو وتعمل لايك طبعا تسيب الكومنت تشترك في القناة تبدأ تطبق الكلام ده حالا وتجيب محتوى وتبدأ تستخدمه حالا ليه لانه ممكن كتير يكونوا دخلوا قبل منك واخدوا المحتوى ده قبل ما انت تدخل وتجيبه المهم هندخل على اول موقع معنا وهو ايه بقى نوضح كده وانفصص يعني ايه نفسص يعني المعلومة هنا انا ازدهلك خمس ست معلومات تمام الموقع ده بتقدر من خلاله انك تجيب الدومينات اللي اصحابها مجددهاش يعني انا عندي دومين تبتو سنة مجددتوش الدومين ده سقط من الموقع اللي انا حجز منه فبقى متاح ان اي حد تاني يقدر يحجزه خلاص ممكن اكون انا عندي موقع وكاتب مقالات ومقالات قيمة جدا جدا وتعبان عليها تمام وبدأت اشتغل على الموقع ده بشكل كويس بس حصل زروف اسبوع اسبوعين وانسيت ان فيه معات تجديد اصلا خلاص والدومين راح علي ففيه ناس بقى بتقتنس الدومينات دي فانا عقدر ادخل اجيب الدومين ده اشتريه انا بالسعر الجديد تمام واروح ااخد المحتوى اللي فيه واشتغل به ده لو انت عايز تعمل ايه تاخد الدومين نفسه انت بقى ممكن تاخد المحتوى اللي جوه الدومين من غير ما تشتري دومين يعني تشتغل على الدومين اللي عندك عادي جدا سواء كان مجاني او مدفوع وتجيب المحتوى من الدومينات اللي موجودة في الموقع ده عندك اكتر من امتداد دوت كوم دوت نت دوت ارج دوت انفو دوت بي مايزي كل حاجة هتلاقيها موجودة جوه الموقع ده تمام ولياكم مسلا هنجرب النهاردة على دوت كوم طبعا انت خش على دوت كوم كلها بس انا هجرب لك على دوت كوم بس واختار دوت كوم دومين كلها بقى ما تختارش شهر معين تمام لاننا هنا مش عايزين دومين احنا بندور على محتوى لو بندور على دومين فهنختار اخر شهر اخر شهر معنا تمام اللي هو الشهر اللي احنا موجودين في دلوقتي اللي هو نوفمبر شهر تقريبا اللي احنا شهر احداشر يعني خلاص ولكن احنا عايزين كل الدومينات هندوس كده عادية الدومين خلاص وعايزين دوت كوم بالاخص مش محتاجين كل الدومينات دي تمام قبل ما نعمل اي حاجة هنفعل ميزة محترمة هندوس كده على خلاص طبعا هي مش محتاح جوة الموقع اللغة العربية فاخد المصطلحات مني وامشي عليها واحدة بواحدة خلاص مكتوبة باللول احمر موجودة الفوق كده على ايديك اليمين خلاص هتلاقي موجود عندك هنا ايه جوجل اد جلوبل طبعا دي ممكن ما تكونش متاحة معاك يعني ممكن ما تكونش متعلمة معاك هتعلم عليها وعندك برضو او ريليت الدومين طبعا انا قارتك انا يعني ماجيستيك فريليت الدومين ممكن تفعلها وممكن تسيبها ولكن اهم حاجة بالنسبة لنا هي خلاص وهنعرف ايه هي الجوجل اد جلوبل دي دلوقتي هنرجع للصفحة اللي كنا فيها خلاص اللي هي الدومينات تمام هتلاقي زهر لك فين زهر لك هنا كده وزهر لك وزهر لك دولا ما كانوش زهرين قبل كده وهنعرف ايه هم وايه فايدتهم عندك هنا دي يعني ايه دي يعني الدومينات دي وقعت من اصحابها الساعة تمانية وخمسة يسترديل اللي هو مبارح يعني الدومينات دي خلاص اصحابها نسوا يجددوها مبارح فانت عندك دومينات جديدة بتدخل كل يوم من بعد الساعة اتناشر بالليل بتوقيت بلدك او بتوقيت الموقع نفسه اللي يجري نيتش على معتقد يعني وتبدأ تفحص كل الدومينات دي هوريك تفحصها ازاي ده لو انت عايز تشتغل بشكل عين عندك موقع عندك موقع معلومات كبير وعايز دومين لسه واقع دلوقتي عشان محدش يقدر انه ياخد المحتوى بتاعه لو انت عايز تدور على نيتش ومعين ولياكم مسلا على سبيل المسال دوس كده على شو فلتر ركز معي بندوس كده على شو فلتر تمام وفي كلمة في اول اللي هي دي خلاص بنكتب فيها الكلمة المفتاحية اللي اللي لها علاقة اللي انت شغال فيه شغال في الصحة بتكتب كلمة صحة شغال في السياحة بتكتب كلمة طبعا كل الكلام بالانجليزي مش بالعروي صحة يبقى يبقى سياحة مسلا او صفر عندك تعليم عندك اللي هي عندك كلمة ارب لوحديها لو انت عايز تجيب بقى ايه دومينات عربية على سبيل المسال وهوريك امسلا خلاص لو كتبنا مسلا كلمة اه مسلا ياسيدي خلاص كلمة الكلمة دي موجودة في الدومين الكلمة اللي هتكتبها هنا هتكون موجودة في الدومين اللي انت هتدور عليه عندك اكتر من فلتر ممكن تطبقه وممكن تسيب كل حاجة زي ما هي اهم فلتر عندك خلاص وبعد كده لو انت عايز دومين بكلام بس من غير كلمات ومن غير من غير ارقام انا اسف ومن غير علامات ممكن تختار كلام يعني هيشل لك اي علامة اللي هي مسلا ريان داش نت دوت كوم مسلا انت ممكن تشيل كلمة داش دي او تشيل كل الدومينات اللي موجودة خلاص بعد كده عندك هنا يا باشا اه دومينات اللي موجودة حاليا بس مش اللي اتخذت او حد حاجازها قبل مني واعلم على واخليها طبعا مية اكبر حاجة او يعني تاني اكبر حاجة خلاص ممكن هنا لو انت عايز كلمات لها يعني اه علاقة بلغة معينة للغات اللي موجودة او الدولة من الدولة الموجودة قدام منك لو انت عايز هنا طبعا اخر اتناشر ساعة الدومينات الجديدة طبعا انا صح اكتبها مفتوحة زي ما هي تمام وسيب كل حاجة زي ما هي بعد كده مش هنضيف فيها اي حاجة طبعا الكلام ده مستوى متقدم ممكن اشرح الموقع ده ان شاء الله في مستوى متقدم تاني اكلمك على كل الخباية اللي قدام منك جديد تمام مفيش فيها اي حاجة برضو انت ممكن تقراها وتشوف المناسب ليك وتعلم عليه خلاص بعد كده دي اهم حاجة يعني ايه يعني معدل البحث الشهري للكلمة المفتاحية اللي انت تبحث عليها ودي برضو ميزة محترمة خلاص لو هتجيب دومين هنكتب اقل حاجة مثلا مية خلاص اللي هي المنافسة سيبها زي ما هي للكلمة المفتاحية اللي انت بتنافس عليها هنقول له اقل حاجة واحد دلور يعني ما تجليش كلمات مفتاحية ميتة اصلا خلاص ودوس كده على كلمة وممكن ما اعملش الخطوة بتاع تلسية دي واسيبها زي ما هي بس انا بقول لك اعملها كمان عندك دي كلها كده مواقع يا باشا وجعت امتها وجعت امبالح ده طبعا تقريبا كان فيه واحد مع لينا مش عارف ما انتهى خلاص لوا اا اا ايداهو اوكلاهوما تقريبا كده كان شخص شغال اا 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 بتكلمنا عنها قبل كده ودلتكو على قناة محترمة بتشرح المهم يعني كان حد شارك كل الدومينات دي ومجددهاش كلها فانت ممكن تاخد دومين منهم على سبيل المسال اللي هو الدومين ده طبعا هتلاقيه طبعا يعني متاح ان انت تعمل له. حت كده الدومين هنا. ودوس كده على هيبدأ يعمل لك ايه? يجيب لك صورة من الموقع محفوظة جوه الموقع ده. خلاص? هتلاقيها طبعا اما انها جديدة اما انها قديمة. طبعا الموقع ده مش في محتوى. ليه? لانه جديد لسه. دومين جديد. فهنسبنا ان الدومينات دي هندور على اي دومين تاني. وليكن مسلا على سبيل المسال. او هتدور على كل الكلام ده. كل الدومينات دي. هتبدأ تاخدها وتفحصها. وده بقى يعني الجزء الصعب. لان ما فيش حاجة سهلة. الجزء الصعب في الشغلان دي انك تجيب دومين. الدومين ده يكون متاح ان انت تعمل له فحص. زي مسلا الدومين ده. طبعا انا عشان ما طولش من وقت الحلقة. كنت جايب شوية الدومينات فحصتها. ووصلت النتيجة وهشرحها لك دلوقتي ووريك النتيجة. انت بتعمل ايه? بتاخد كل الدومينات اللي انت شايف انها مناسبة وتنفع لي مقالات والكلام ده كلهم من هنا. خلاص? وتبدأ تروح طبعا تكون هي وشغالة معاك يعني. وتبدأ طبعا قبل اي حاجة انا اسف ده انا نسيت حتة مهمة. هتعلم على يعني ايه? يعني عدد الصفحات اللي اتقرشفت في جوجل. كل ما يكون عدد اكبر كل ما يكون في مقالات كتيرة نازلة في الموقع ده مسلا ده في كده تلتمية وحداشر صفحة اتقرشفت في جوجل من الموقع ده. ده معناته ان لو لو لقيت في مقالات هوريك كده المقام بتاع الموقع ده بالمرة يعني بدأ بدأ من ارجع له تاني والكام ده كله. لو لقينا محتوى ده الموقع ده هلقي محتوى قيم لانه سبق وتقرشف قبل كده. فممكن نشتغل عليه. طبعا هو دومين قديم من الفين وتهيته تقريبا. فانت ارجع كده لعشرين واحد وعشرين وابدأ خش على الصفحات دي. هتلاقي علامات ملونة بالازرق والاصفر والاحمر. ادخل على العلامات دي. ده معناته ايه ريان? بيقول لك كده ان طبعا الصفحة دي او الدومين ده على ما اعتقد يعني كان احد اخده من الجامعة مع علينا. ده دومين شغال اهو. خلاص? ونرجع هنا لالفين وتسعتاشر. هتلاقي عندك علامات زي كده اخضر احمر لبني مش عارف. الواني يعني الواني باشي. ادخل على اي صفحة. خلاص? صفحات زي كده. تمام? هتلاقي فتح لك ايه? فتح لك الموقع نفسه. تمام? طبعا هنا بيقول لي الدومين انتهى. خلاص يبسينا من الصفحة دي. نرجع للصفحة دي زي ما انت شايف انت اتجرب في اي شهر. يعني ممكن في شهر يكون دومين انتهى. في الشهر القابل منه ابريل يكون شغال. زي ما ظهر قدام منك دلوقتي. دي كده مقالات. اتناشر. يعني اتناشر مصدر للكالسيوم. قد دي دي مقالة. ممكن تاخدها. اتكتبت في الوانتاشر. ممكن تاخد المقالة دي. انا مش عايزة نرجع. طيب ما علينا. هنرجع كده. ممكن تدخل على المقالة دي. تمام? لو فتحت معاك. ممكن طبعا ما تفتحش معاك عادي جدا. يكون الصورة المحفوظة للموقع هي الصورة الرئيسية. ولكن ممكن يرجع معاك زي كده. دي صورة بيش محفوظة. فاطر ان انا اعمل ايه? ارجع لالفين وتمنتاشر. اركز معايا. وابدأ اجيب المقالات دي تاني. وابدأ ادور مرة تانية وتالتة. ممكن لالفين وتانيتاشر يكون ما كانش حد مهتم بالموقع ده. الفين وتمنتاشر لدي حد مهتم. فادخل على المقالات دي. وابدأ اخدها وابدأ اعمل لها اللي هو ايه? اشوف حد نسخ المقالات دي واشتغل بيها قبل مني ولا لأ? عشان كده بقول لك دي الجزئية الصعبة. اي موقع من المواقع اللي ظهر قدل منك دلوقتي ده في النتيجة الاولى شغال. وهجيب معاك نتيجة محترمة. اي موقع من المواقع اللي ظهرها معاك دي. سواء كان او 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 حتى كل شغال معاك. تمام? هتبدأ تفحص وشوف المقالات اللي هتطلع معاك هنا دي منسوخة من قبل كده ولا لا? طبعا دي كده نتيجة. تعالوا قريت نتيجة تانية عادي جدا. احنا معنا هنا موقع عربي. خلاص? عشان انا دورت بكلمة عرب. انا عايز اكتبتكر كلمات. خش كده هنا في وكلمة دي مساحة واكتب اي كلمة مفتاحية انت عايزها في الدومين. ودوس على هتلاقي دومينات كتيرة ظهرت لك مسلا كلمة عرب. زي ما انا لقيت. ممكن طبعا ما تلاقيش وممكن تلاقي اكتر ممكن تلاقي اقل على حسب. للا انا عندنا فلتر. ركز معايا احنا عندنا فلتر في السايو. هرجع عشان دلوقتي. المهم يعني خلاص? دي كده الفين وسبعتاشر. تمام? في الفين وسبعتاشر عندك ادي صفحة متقرشفة. وادي صفحة كمان. بفتح صفحتين. لربما يكون في صفحة مش شغلة معايا. زي ما انتم شايفين مدونة العرب. ظهرت معايا. طبعا انا عايزة هنا اشيل اشيل الفلتر اللي موجود فيه. خلاص? عشان ممكن يكون الكلمة مفتاحينة في سامعة لاشبح. زي ما انتم شايفين. دي كده مدونة باللغة العربية وفيها مقالات باللغة العربية. ممكن اخدها واركبها عند في موقعي بعد ما ابحث واشوف هل في حد عمل نسخ للمقالات اللي موجودة دي ولا لأ. ومحتوى حصري. هتقول لي ازاي محتوى حصري. محتوى حصري لان جوجل لما عمل بحث على ده او عمل بحث على الكلمة دي او المقالة دي ما لقاش في لها مثيل. الدومين لما بيجع يعني ما بتجددهوش. خلاص? المحتوى بتاعه بيجع معاه. بيجع من الارشفة. ما بيجيش. فلما انت تعيد نشره مرة تانية هو مش موجود قبل كده اصلا. فانت تارشفه مرة تانية فيزهر فوق النتيجة الاولانية. بطريقة قانونية ومحدش هيبلغ عليك. ليه بقى? لان ما فيش اصلا صاحب ليه? تمام? زي ما انتم شايفين ظهر لي كتير. او او ارب. تقريبا انا معتقد يعني. ارابي موتورز. اراب ايونيون. تعريبا. يعني المهم يعني هتلاقي كتير. ارابي فورم. هتلاقي كتير جدا جدا. كلها مواقع ودومينات واقعة بدلها فترة. باللغة فيها كلمة ارب. خلاص? فانت بتختار الدومين اللي انت عايزه. وتبدأ تشتغل بنفس الطريقة. ده عندك ده. يا ليه. خلاص? ده دومين برضو انا لقيته. انا برضو ايه بوفر عليك وقت وبوفر وقت الحلقة علشان برضو الدنيا ما تطولش معينا. وبجيب دومينات موجودة قبل كده انا دورت عليها وجبتها. خلاص? فالموضوع بياخد منك شوية وقت قليلين. هفتح لك اخر دومين معنا وهوريك شكل الدنيا ماشي ازاي. عشان تعرف برضو ان انت ممكن تلاقي مقالات محترمة جدا جدا جدا. وقيمة لابعد الحدود. خلاص? بتستنى لحد ما يفتح معك. وتبدأ تدخل على المقالات دي وتاخدها كوبي زي ما قلنا وتشوفها معمولة يعني منشورة قبل كده او لا وتبدأ تشتغل عليها زي ما تشافين. دومينات يعني دومين محترم جدا جدا في المجال التكنولوجي باللغة الانجليزية. هتلاقي مقالات كويسة جدا جدا. طيبعا دي مقالات في اللغة الانجليزية للمحتوى التقني. مراجعات لي آآ مسلا كاميرات الاخرو. خلاص? ومقارنات وغيره. كل ده فيدك لو انت هتفتح موقع في نفس النيتش. تقدم بي في جوجل تتقبل. تجيب زورات من محتوى اجنبي وتجيب ارباح. تقدم بي في اي شركة تتقبل برضو. تقدم بي في شركات الافليات هتتقبل ونص. تمام? ولحد كده يكونو صلنا النهاية كان معكم محمد ريان. اتمنى لو في اي سؤال واجف معاكم في اي مشكلة في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم والله ما يسيبك. خلاص? والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة